اسمحوا لي في البداية قبل ما أدخل في موضوعاتنا النهاردة أتقدم بواجب العزاء للكابتن الخلوق الحقيقة ونجم النادي الأهلي وليد سليمان في وفاة المغفور له وبإذن الله والده والنهاردة هيكون واجب العزاء في مسجد المشير طنطوي بالتجمع سألين الله طبعا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويقولهم الأسرة طبعا الصبر والسلوان طيب قبل ما أدخل في أخبارنا النهاردة أنا حابب أتكلم مع جامهين نادي الأهلي في نقطتين مهمين جدا وهبدأ الحقيقة من قصة موسماني فاكريين موسماني طبعا موسماني بالأرقام بتحب فترة موسماني أو كنت على قناعة بأنه موسماني مدرب كبير أو كنت مش مقتنع بالمستوى أو بالأداء اللي بيقدمه الأهلي تحت قيادته ده شيء وتجربة موسماني في حد ذاتها شيء تاني وهنا لما أتكلم عن التجربة أنا أتكلم على الأرقام وعلى إحصائيات أتكلم على واحد من أنجح وأكفأ المديرين الفنيين في ظل ظروف صعبة جدا تولى المسئولية مش عايزة أفكركم بتاريخ وأدخلكم في تفاصيل لكن الراجل حقيقة جيه من الدار النهار ومن يوم ما تم الإعلان عن التعاقد معاه وهو بيتعرض لكم كبير جدا من الضغوط النفسية والإعلامية بشكل كبير جدا وده يمكن كان واحد من أهم الأسباب الرئيسية لدفعة موسماني أنه ياخد قرار أنه مش قادر يعني يكمل مشواره نظرا للضغوط دي إحساسي الشخصي وقرايتي للمشهد أنه نفس السيناريو ده بيتكرر مع مارس الكورر ليه بقول الكلام ده لحضراتكم؟ لأنه اللي بيتابع أنا مش عايز أدخل في تفاصيل مباراة القمة لأنه خلاص بالنسبة لي صفحة وتأفرت لكن الحقيقة اللي بيتابع ردود الأفعال في الإعلام الرياضي واللي بيتكلم سوى باسم النادي الأهلي أو غير النادي الأهلي على توابع المباراة زي ما منكلم على الفاكرين توابع الزلزال هو توابع المباراة بالضبط كده يبدو أنه في الأمور حاجة تحتاج إلى وقفة من جماعي النادي الأهلي العظيمة الحقيقة وأنا ما عنديش شك أنه الغلبية الكساحة أو الغلبية العظمة يعني من قبل ما أقولي الكلام ده هي فهماء وعرفاء ووغد بالها منه كواس جد لكن ما فيش معنى أنه إحنا نزدكم من الشعر بيت واحد الأهلي حقق إيه الموسم ده؟ مع مارس الكولر إحنا حتى اللحظة اللي بنكلمكم فيها وإحنا وصلين قبل نهائي دوري أبطال وبإذن الله إن شاء الله عندنا القدرة نوص المباراة النهائية وبإذن الله يكون اللقب اتنشر في تاريخ النادي الأهلي وعندنا بطولة دوري حسابيا ورقميا ممكن يكون الأهلي مش في أفضل أحوال ولكن إحنا الأقرب بإذن الله لتحقيق اللقب ده وحققنا إيه قبل كده حققنا بطولة كاس النخبة أو كاس السوبر في شكلها الجديد حققنا بطولة كاس مصر على حساب نادي الزمالك المصري حققنا مركز ثالث في بطولة العالم الأندية وفوزنا وقدمنا فيها واحدة من أفضل بطولات كاس العالم أداء ونتائج وقابلنا فيها فرقة كبيرة جدا وحققنا برونزية ربعة في التاريخ دي إنجازات المسم ده بس مع كولر مش هكلمك على دوري أبطال ومش هكلمك على دوري كاس مش هكلمك على ست بطولات حققهم الأهلي مع مرسل كولر طيب مختلف أو متفق على إنه كولر مدرب كف جدير بتولي المسئولية إحنا عندنا الصعب لسه جاي ما فيش تغيير من كل الكلام اللي تحصل على السوشال ميديا فترة الأخيرة دي أولة ألف بعض البرامج للأسف اللي ممكن تبقى يعني مش مقدرة حجم المسئولية العالمية على السوشال ميديا أنا مش عارف مين بيكلمني ناس بتتكلم وهي عادة في التكييف من وراء شاشة الكمبيوتر معرفش هو حقيقي منتمي وغيران علي ولا هو لجان إلكترونية ولا هو بتاعتصفية حسابات ولا هو صفحة مدفوعة الأجر أنا مش عارف مين اللي بيتكلم مش عارف نوايا إيه وما قدرش حسبه على هو اللي بيقول لكن لما يحصل ده من ناس بتطلع على شاشات لا لازم يبقى لينا وعرفة لما يتقلل إنه إدارة الأهلي خدت قرارات في أعقاب الخسارة أمام نادي الزمالك بأنه رحيل أنا مش هذكر أسماء مش هذكر أسماء لكن اللي تقال وتكرر في أكتر من برنامج وتنقل على صفحات سوشال ميديا تمن أسماء تمن أسماء خد الأهلي قرار برحيلهم وده مش ممكن أبدا ورجع بذكرتك ورجع التاريخ وشوف إمتى الأهلي كان ليه أي رد فعل نتيجة خسارة مباراة أو حتى نتيجة خسارة بطولة عمر ده ما كان منهج ولا سياسة النادي الأهلي التقييم في نهاية المشوار وارد جدا جدا الأهلي يحقق بطولة أفريقيا وارد جدا جدا الأهلي يحقق بطولة الدوري دي سيناريوهات مش مستحيلة على فكرة دي يعني إن شاء الله قابلة جدا للحدوث وبالتالي التقييم هنا هيكون في نهاية الموسم سواء بالنسبة لللاعبين المستمرين سواء بالنسبة للإستفاقات الأهلي محتاجها سواء بالنسبة للجهاز الفاني سواء كان عنده رغبة أو فيه اتفاق من الطرفين برغبة في الاستمرار أو في نهاية أو نهاية التعاقب كل الكلام ده مش ممكن أبدا يصدر من إدارة النادي الأهلي في التوقيت اللي إحنا فيه وإحنا عندنا بعد أقل من 72 ساعة مواجهة في منتهى منتهى الصعوب وإنت مش عارف حتى في وسط الغيابات دي عبدالقادر كان بعيد جدا كان بعيد جدا بقاله فترة طويلة وناس كانت بتكلم على إنه عبدالقادر هيمشي في الشتاء لا عبدالقادر هيمشي في الصيف لا عبدالقادر مش عايز إعارة لا عبدالقادر عايز استغناء نهائي لا عبدالقادر اتفق مع نادي في الخليج لا عبدالقادر اتفق مع نادي عبدالقادر رجع وتقلق في مرات الزملك وقدم مستويات هيلة جدا تؤهله الحقيقة أن يكون واحد من الأساسيين في الفترة المقبلة خصوصا في ظل الغيابات الكتير الموجودة تمرد بيرسيتاو بيرسيتاو مسافر مع الفريق وارد جدا تشوفه في تشكيل مباراة مازينبي فالقصة بس اللي عايز أقولها لحضراتكم الدروب اللي حصل ده ما تخلوش الناس تستخدمكم فيه عشان توقعوا فرقاتكم مهم جدا جدا في اللي جاي بالذات مباراة مازينبي ذهابا وعودة بإذن الله إن شاء الله تكون تذكرة عبور الأهلي للمباراة النهائي